أظن أنها أسوأ مباراة لاعبة فريق الوداد الريادي منذ خمس سنوات وأتمنى أن تكون بعض العناصر لا تمر فترة إشباع كما يقال وأظن أن هناك عدة إكراهات على المستوى الإداري ولا على المستوى التقني ولا على المستوى الطبي لن نتحدث عليها كثيرا بقدر ما نحن كصحفيين نريد أن نساند فريق الوداد لأننا لعبنا 90 دقيقة وما زال في جعبتنا 90 دقيقة خارج الميدان لعبها في القاهرة إن شاء الله ولأن كل ثقة في فريق الوداد فريق ويداد المقاومة لأننا عودنا كنكونوا في أحلق الظروف وكنعودوا في المباراة وانتمنى إن شاء الله يجيب فريق الوداد الريادي تأهيل من قلب القاهرة ومن ثم سنتحدث عن النقاط وقوة ضعف فريق الوداد